اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوفت فيفاة البتل المباشر من ايت الفرسي اقليم تنغير تبارك الله عليهم شباب المنطقة اللي بدعو بجداريات رائعة جدا ويبغيوا يجو رسالة للمنتخبين ويعطو كريم انتاعهم في حق ايت الفرسي السلام عليكم السلام ورحمة الله كدراء اموركم لا بس الله يبر فيك بارك الله وفيك خويات السياسين لا بس عليكم وشي مزيان الحمد لله باحتك بارك الله وفيك تبارك الله عليكم انكم بدعتوا في هذه الجداريات فعلا مجموعة من المبادرات في ايت الفرسي فعلا ها الفضل ذي الجمعيات والفضل ذي الناس الأنة التي كينين في الخارج كاملين من سبليون فرنسا و هولندا كاملين الحمد لله وماللي يدعمو في هذه المبادرات اللي كينين لحد الساعة كما كنتشوف هذه الزواقات اللي كينين هنا في الحيوط وفاجة شي اللي كتشوف في هذه الزواقات اللي كين عاوتين في المدرسات rogue roo mami اللي يدعموها الشي الحمد لله كنشكرهم بزاف 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 مش نكون صارحين من المعنى خلف من ذلك أنه يدعم هذا الساعة ليس لديه يدعم هذا البلاد لنفس الجلية ويقومون من التركيب عن الناس في الدخل وغير السكينة السكينة التي جدت للفاق وفي الداخل والخارجية هي اللي تدعم في هذه القطاعات تكاملين عن حد الساعة لن يعملوا رئيسة لن يدعموا من الناس لحال الجماعة، العمالة لحد الساعة لم تنظروا ونحن نتمنى من النخيبين يشوفون في هذا البلاد ويجب أن يرى الدرال في الفوق يعني يرى الجنان كما تشوف ران خليه مشاق مشاق بحالته يعني شجر مشاق بحالته الحمد لله شجر الحمد لله شجر تبارك الله الناس يستفدو منه من صغير حتى الكبير وين يرى أقول شي مشاق يعني ما كان البارج وكان كان البارج في شحالها يرى لو كان هذا البلاد ما نعرفه غدي تبالي لقرج غدي تبالي لفتاء غدي تبالي وحد المنطقة سياحية نحن لا نقول لك عن المنطقة نحن بوحدنا وإنه سوف يكون المنطقة للناس كاملين سوف يأخذوا إلى المنطقة حتى الناس سوف يأخذوا إلى هذا البلاد ولكن لحد الساعة لا يا الله أنا بعدها قنط من جهة الجنان الذين يمشون هباء المنطورة وعندنا الحل الحمد لله النخيبين خصوهم يهدروا على حساب هذا البارج يعني دولوا واحد البارج باش تبقى يعني يبقوا لما باش نستفدوا واحتنا فدوكوا يبقى يسقيون نخال ويبقى يسقيون الشجر باش تقول لي واحد المنطقة سياحية ومزيانة للناس ويستفدوا حتى الناس لحد الساعة البلاد راح مزيانة الأمور الحمد لله بيخروا على خير الناس ديال الجالية الخارجية كنشكرهم من هنا مئة ألف شكر والناس ديال الداخل ديال الناس ديال الأيتليفرسي اللي كنين في الداخل راح كنشكرهم بالزبحة هم أرادر المشهودة ديالهم ومزيان كنشكرهم الحمد لله كنشكرهم حتى الناس دربة إلا عندهم أماليات وعندهم أماليات وعندهم أماليات وعندهم أماليات وعندهم أماليات تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج خصوصا ديال الأيتليفرسي لأننا معاكم فأيتليفرسي شكر الجزيل للجالية المقيمة بالخارج سواء في فرنسا بلجيكا هولندا سيبانيا إيطاليا وفي كل بيطاع العالم تحية لكم كبيرة لأننا كنشوفها التشبت ديالكم تبارك الله عليكم كبير وكبير بالزب والكبير هو الله بارك الله وفيك أود أخويا السياسين كن أعطي واحد الكلمة لمحمد سامعيكم أولا نشكره شوف تيفي بعدها من نيجات لنا نشكرهم بزاف خصوصا السياسين والتقني اللي معاه وكان شكر بزاف الجالية وكل شيء من ستة شيء واحد الجالية كل شيء كاملين نشكرهم بزاف وكان شكر الجمعيات كل شيء كل شيء الجمعيات كاملين وكان شكرهم بزاف وكان شكر الجالية المقيمة بالخارج كل شيء في صفاء عامة تبارك الله عليكم شكرا بزاف أجبنا الهل بالخصوص وقد أجبنا الهل بالخصوص وكان شكر الجمعيات وقد أجبنا الهل بالخصوص وكل شيء مزيان هذا هو مجهدرية تبارك الله على الشباب ديال المدقى أنهم ساعة مفاعلة لا موال لساعة مفاعلة الشيء قاعد يلا أسميته وديال التخير تبارك الله عليكم كما تشوف مولي درو هذا يعني في الحقيقة الجداوية هي رائعة تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله لي تبارك الله عليها تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك جدا ليس داخلك لاTrump ليس شكرا انتمنى و ان شاء الله تبارك الله عليك هذه الكلمة اللي بغينا انتمنى و ان شاء الله الحمد لله مغربنا زين لا كان شي براج و لا كان شي حل يعني ندروا علينا في البلاد فلا الحمد لله ما غادي تقول هذا أصل صورة ديالها اسمته ديمة البنية راكين في الدخل يعني هذا بحرق الهترى هذا البنية قديمة يعني واحد البني قديم يعني صورات ديالها يعني عبارة تراث ديالية الفرسية من زمان هذا هو القصر يعني ارى وخا تشوف صغير واني راه ملداخل ارى فيه ديور كتار يعني راه تمكفل مجموعين في ذلك الوقت علاش تتحموا بناتهم يعني وخا تشوف وراء كبيرة صغير واني راه الداخل فيه ديور يعني راه مزيان واني راه مزيان وهذا السعاد المنصب وراء يعني داله في الوقت النتائفة في المناسب يعني تبارك الله راه مزيانة وحد لوحة مزيانة راه مزيانة ونداكن في القصر تبارك الله تبارك الله تبارك الله راه مزيانة انتعرش العبارة هي الدراري صغارين باش يقرؤوا كتب ما عندي من تسركم رأى الداخل عاوتاني كما بسلك الداخل عاوتاني رأى تحية كبيرة أنا شيء الوطني لداخل يعني حتى في المدرسة العمومية الساكنة هي اللي بدرس فادعتها كامل تحية كبيرة هي اللي بدرات الحمد لله و ديما نشيط الوطني المغربي يكون ديما اسميته في المدرسة ديما نشيط الوطني عاوتاني رأى وكل شيء ديما رأى يكون في المدرسة تدعروا بها وكل شيء الحمد لله لوحد يستمرون في هذا الحيط كيف تشوف تدعروا بها لاحظة 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 هذا المنظر هذا المنظر هذا المنظر هذا المنظر قريب لنا هذا المنظر هذا المنظر هذا المنظر لاحظة 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 كيف تسمح الناس لاحظة الناس هذا المنظر لاحظة هذا المنظر هذا المنظر واحظة وانا انا كانت منه ان شاء الله من المنتخبين يجيوا ويدوروا شعبين ويرومونون همおおورا يستمرونى حياة الم communauté نهاية حرارة فما يخصان يتمكنون المش他是 يقومون ؟ لخسروا لخسروا يجيوه الناخبين يشوفوه يدروا ودر ودر لخسروا ويخصوهم راي حمد ولا يدرهم هانا يفا البلاد الحمدلل لله والناس را عملا تخدم را مش هشي نس لي ما لما ان يبغوا يشتخدم الهيه الفرسهي والبلد للهية الفرسي تكون اي عاجة ان شاء الله ومن هنا المستقبل هادت كل سياحي ان شاء الله بحولها وكان شكر من هنا هنا شكار الجلية ديال الخارج كاملين والناس ديال اللي في داخل المغرب كان شكرهم ازاف وكان شادي يقول لك يعني وحد الفرح يعني وحد الشكر لا يصور ولا يزدق يعني من القلب ديالي يعني أنا أعدك الناس بحالي لا بحالي حيث الناس الحمد لله كي يدروا المباطرة كي يدروا فشاة نسميته من حق ديالي الفرسيين أي حاجة بغيتيها كيتلقى هم هما الليولين في المباطرات أي حاجة وقاتحنا في ديال الفرسيين أي حاجة بغدر هما الليولين والناس ديال الداخل حتى هما الناس ديالي في الداخل راهم ما قادش ننساهم حتى هما رامزين الحمد لله ومن خدمين حتى هما فاد، راهم مظهروا دروا تلك السباغة كي يدروا تلك سباغة تلك المطرسة وبنوها دوك المياضي ديال المطرسة وسبوها الشيء كامل كي لا يمكن شوفه را الحمد لله لوحده جد رائعة جد رائعة و الحمد لله نتمنى أن أخي من غري يساعد هنا غير شوية لكي تولي هذه البلد سوينا إن شاء الله تبارك الله عليكم و كانت هذه الشيء والده السياسي بارك الله الله يخذك أمين تابعي قناة شوف تيفي كنتم معنا في هذه البط المباشرة مع ساكينة زائت الفرسي والتي تقوم بمبادرة رائعة والتي رسمت جدارية جد جد رائعة فقط من جيبها و فقط تحية و تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج هي اللي كتعاونهم و كتساعدهم و كيوجهوا رسالة للمنتخبين و مسؤولي إقليم إقليم تنغير أنهم يتدخلوا و يشوفوا على الأقل حال الساكنة و شنبغة الساكنة و إن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بط آخر و موضوع آخر إن شاء الله